مراحل متقدمة يحققها العراق في ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار الربط مع الاردنوى بحسب وزارة الكهرباء انجز بشكل كامل بانتظار اجراءات الاطلاق فيما يتواصل العمل مع الجانب السعودي لتزويد العراق ب1000 ميجاواط في المرحلة الاولى عبر محطة عرعر الحدودية اما الربط مع الكويت فالاجراءات تستمر لانشاء خطوط بين محطة الوفرة الكويتية والفاو التحويلية العراقية لدينا ربط اليوم مع المملكة الاردنية الهاشمية مكتمل 100% بالانتظار بعض الاجراءات الادارية اللي هي فتح اعتماد توقيع ملحق عقد مع المملكة السعودية ان شاء الله نحن عاكفين على توقيع العقد الاستشاري للمضيب الربط للعراق السعودي حددنا الاهلية حددنا الكيفية حددنا كمية الطاقة كم رحلة اولاية عبارة عن 1000 ميجاواط مع الخليج الربط الخليجي قرابة ال86-88% هذا الربط مكتمل اجراءات مختلفة تتضمنها خطة الحكومة للحد من ازمة الطاقة الكهربائية وتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية بضمنها تنويع مصادر الطاقة عبر الربط مع دول الجوار الى جانب تنويع الوقود المشغل لمحطات الكهرباء ومصادره لتحقيق تعاون اقتصادي يدعم الاستقرار على مستويات عدة منها الامنية العراق بحاجة الماسة الى النهوض بالاقتصاد العراقي ينبغي ان تكون هناك مقاومات بناء تحتية كاملة وبالتالي نرى بين حكومة السيد السيداني مضت نحو زيادة تمتين العلاقات والانفتاح الاستراتيجي بعيد المدى مع تلك الدول حتى يستطيع ان يتمم حاجاتها الانية ثم النهوض فيما بعد في تنمية مستدامة مرحلية قادمة وهو الاعتماد الذاتي على امكانات وقدرات العراق بتطوير بناء التحتية فيما يخص الطاقة والكهرباء وبحسب هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي فان الربط هذا يسهم في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين اداء واستقرار الشبكة اضافة الى تحقيق عدد من اهداف التنمية المستدامة منها توفير الطاقة النظيفة باسعار معقولة وتحقيق النمو الاقتصادي وعقد الشراكات الحقيقية ميثم الجناحي العراقية الاخبارية بغداد